فينا في سورة الفرقان برضو ربنا قالك هنا ايه وقال الذين كفروا لو لو انزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك خلاص وردت لناه ترطيلة شوف بقى ازاي يعني هنا التثبيت هنا التثبيت لكن القرآن فرق لكن العلم لم يفرق أبوالي كان بعد غش من القرآن ايوه غش من القرآن هقول لك على حاجة شوف حتى ما ربنا قالك هنا ايه كلما نزلت جلودهم بدلناهم جلودا من غيرها ليذوق هو قال جلودا مثلها لا الغيرها طبعا ساعدت أستاذ عرب وفارق يعني الفارق بين غيرها ومثلها لأن هنا المخ هو أصلا في حاجة اسمها في المخ في الفؤاد اسمها الزنار 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 ده هو اللي بيحس بالنار ولذلك عشان ما تنساش هو الزنار أخيرها ناره ولذلك لو تغير هنا الجلد وتغير أي حاجة غيره مش مهم لأنه المركز بتاع الألم موجود فوقه في الزنار تمام ساعدتك يعني إزاي بقى هنا هنا برضو هنا في سورة الهمزة ربنا أقول لك هنا إيه ناره على المقادة التي تطلع على الأفئدة طبعا هنا إيه تنصر على قلوبهم التي في صدورهم يا دكتوري على قلوبهم التي في صدورهم أيوان تحرق قلبه يعني أيوان والصدور هنا عشان هنا أقول منه في الصدور دي لو تاخد حتى باللغة الاتينية نعم بقول عليها الكورس الكور اللي هو القلب اللي جوه أما تكلم عليها أقول لك إيه والله إنسان دي قلبه طيب وقتلق لم نشرح لك صدرك مش الصدر القلب اللي جوه يعني جوه الصدر مش بقول لي ساعتك ترات بكانين لا بوركت يا دكتوري ما تعلم منكم العلم ورحمة بيناه والله إنت ضفتنا حاجتين مهمين جدا جدا صراحة يعني والله ربنا أكرمك ربنا أكرمك ربنا أكرمك فده اللي أنا عايز أقوله إيه إن هنا التفسير الفؤاد جاي في القرآن قبل العلم العلم هو اللي جاي في مرحلة متأخرة العلم أثبت إن الفؤاد غير القلب إزاي نعم بالتصرفات السلوكية نعم تمام ممتاز إذن هنا البنى القشرية اللي عادة كنت فعل فص الجداري والفص القذالي والفص الصدق والفص الجبهي أنا شايف فيه بنى تحت قشرية إيه بقى البنى التحت قشرية البنى القشرية بقى اللي إحنا هنتكلم فيها بقى على في حاجة هنا تابع برا الفؤاد اللي هو بنسميه هنا المخيخ 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 ده هو اللي هو بيتعامل مع التخزين الإجرائي والتخزين الحركي إيه التخزين الإجرائي ده التخزين الإجرائي اللي هو تعلموا الإجرائي يعني إيه بقى اللي هو السلوك الداخلي بمعنى السلوك الداخلي اللي هو إيه إنك إنت قدامك مواخف ومصراط إنت زي المشي والكلام انت ماشي في حيطة راحك بتتكلم ازاي ده ده الاسمه هنا ايه اسمه الايه التعلم الاجرائي خلاص طيب هنا التعرق الحركي بقى اللي هو التقليد والشرح والتطبيق زي ما انا بتكلم اللي انا بتكلم معاك ده ها وانت بصحح للاخطاء دي اسمه هنا ايه اسمه هنا ايه التعلم الحركي اللي هو التطبيق الشرح المجادلة هي دي هنا جزء المخيخ الاجزاء التانية بقى ولا العكس الاجرائي هو الكلام لا لا الاجرائي اللي هو السلوك الخارجي ومحدداته ده في المخيخ ده في المخيخ ده هنا في النافق كده اه تحت هنا تحت الجزء المسؤول عن الفص اللي هو ايه النظر وده هنا طبعا طبعا احنا احنا الحاجات دي بقولنا هنا اللي شرحها واحد علم اسمه بافلون احنا مش عايزين عشان نتكلم في دي هنوعد نتكلم كتير قوي انا مش عايز اسهم الناس انا بس لنا انا جاي برسالة معينة ايه الرسالة معينة اللي هو رسالة ان انا بعرف الناس ان هم الجزء دي عشان احنا نتكلم بعد كده في الحلقة التانية ان شاء الله لو كان هنا عمر الفؤاد اللي انا قصد هنا ايه اللي انا قصد اقول للناس القاتي واحد لما واحد يبقى عنده هنا اه شلل نصفي لازم تاخد بالك ان فيه طيورات حسية وانفعالية وعاطفية بتحصل معاه لازم تستحمل ما تحسش بقى انه قولك ايه ده بقى عصب قوي هو شايف نقعدين بنخدمه فاتمطط علينا ما فيش حاجة اسمع كده لازم نقدي يا ربنا يا رب جعلنا نخدم وما نتخدمش مهم جدا انك انت تبقى لطيف مع الناس دي لانهم هما فقدين حاجات انت بتوغط بلك منها حتى الدكاتر نفسه لان الحاجات دي كلها مسلا فيه حاجات مكتشفة لحد سنة عشرين اتنين وعشرين يعني فيه دكاتر اعمل ايه حديثة حديثة جدا جدا ما انا قول لساعة ام حاجة عندك المعلمات الاسية بس اي حاجة تقرأها جديد يبقى سهل انك انت للسواعب فهنا ده مهم جدا يعني نصيحة للاطباء بذاته الاعصاب انه هو يبقى عارف ان ايه ان فيه طائرات نفسية وانفعالية وعاطفية بتحصل مع هذا الشعب